اشتركوا في القناة وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنتَ مَهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْزِلًا سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِلَّا قَيْنًا وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِقْرَارًا بِ ربوبيته وإرغاماً لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صفيه وخليله خير نبي اجتباه هدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره عباد الله وصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير أيها الإخوة الأكارم نحن في شهر ربيع الأنور وفي شهر ربيع يطيب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أوجب محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة النبي دين محبة النبي عقيدة ولا يكمل الإيمان حتى يكون النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أحب إليك من كل شيء إلا الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم سأل عمر قال يا عمر كم تحبني قال أكثر من أهلي ومالي وولدي هذه هي مقومات الحياة النبي عليه الصلاة والسلام له الرتبة الأولى عند الصحابة قال ونفسك يا عمر وعمر صادق قال إلا نفسي يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكمل إيمان أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه التي بين جنبيه فقال عمر ولم يثنيها ونفسي التي بين جنبي يا رسول الله أيها الإخوة الكرام الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام والحب لا يزايد عليه أحد ما من أحد إلا يحب النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا الحب درجات هناك حب وهناك حب صادق لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع إن المحب لمن يحب مطيع هناك دلالات على هذه المحبة أريد أن أتناولها في هذه الخطبة كل شيء له دلالات الإنسان إذا كان نابغة ترى دلالات في مقتبل عمره الصحة إذا كانت يتمتع بها الإنسان لها دلالات المرض له دلالات العقل الحصيف له دلالات حب النبي صلى الله عليه وسلم له دلالات أول دلالة إذا سمعت من واعظ أو مرشد أو قرأت في كتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت كلك لأن تكون مطبقا لهذا الكلام انظروا معي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يتطوف بالبيت العتيق وصل إلى الحجر الأسود وقف أمامه قال يا حجر أعلم أنك لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك لكن محبة بالنبي صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمره وقبلك في هذا المكان وفي هذه اللحظة هكذا فعل رسول الله ففعلوا امتثالا سيدنا أنس بن مالك كان لا يأكل الدباء أو ما يسمى القرع اللي نحن من سميه اليقطين حتى اليقطين ما عرفناها عند الأولاد سألوا أكلة يقطين ما يعرفها ما أنا ذكرها الله عز وجل وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وفيها منافع هذه الأكلة هذه كانوا يقولون يعني عندما يطهونها إذا أطهاها أهل البيت يقول زارنا النبي كان يحبها صلى الله عليه وسلم يقول أنس بن دباء أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كنت لا أحب الدباء بيد أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعقوه بأصبعه صلى الله عليه وسلم فصرت أتبادروه كلمة طبخوا يتبادر لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يقول عبد الله بن عمر كان يركب ناقته فوصل إلى مكان ووجه رأس الناخة هكذا قالوا له لماذا فعلت ذلك؟ قال لا أدري بيد أني كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ففعل ذلك ففعلت ما فعل النبي هذا انتثال هكذا كانوا الآن كم نقرأ من الأحاديث وكم نسمع من الأحاديث كم نطبق بدنا نحن بشهر ربيع نعمل نهضى في حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام وهل يكون الحب إلا بالامتثال وهل يكون الحب إلا بالاتباع قال سهل التستري كان رجلا من أهل العلم والفضل قال أصل مذهب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بالأقوال والأفعال والشيء الاقتداء والانتثال للنبي صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني هو ما نفعله وهو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له حظا من الذكر حظا من الذكر هذا اللسان الذي أكرمنا الله به نذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الله إذا كان الله قد ذكره في الملأ الأعلى إن الله وملائكته يصلون على النبي فما بالنا نحن فالله أمرنا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هذه من درجات المحبة يروي أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله أي في ثلث الليل الآخر جاءت الرادفة تتبعها جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه قال أبي قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي عشر خمستعشر مرة ساعة من الزمن ساعتين فقال له صلى الله عليه وسلم ما شئت ترك له الخيار قال قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قال النصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قال قلت الثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قال أجعل لك صلاتي كلها وقت كله الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بين هلالين أيها الإخوة الأكارم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إحساس وشعور والصلاة هي الوصل والدعاء والدعاء يجب أن يكون فيه حضور هل الآن كتران المسابح وشيء الكتروني ومع اللحء الواحد يعني ما يقول لك هل هذا خمسين ألف وهذا يعني هذه الأرقام هي خير وبركة ولكن هل معها حضور الأصل في الصلاة الطمأنينة البارحة والصيط الأحبة قلت لهم بدنا منكم عشر مرات كل يوم يلي بزيد فهو خير له كما قال النبي لكن عشر مرات مع حضور مع حضور وكأنك تخاطب النبي والنبي يسمعك مئة على مئة وكأنك تشعر برد السلام أنا حي طري في قبري أرد على من قرأ علي السلام لذلك ترى المحبين مع صلاتهم خشوع وخضوع ودموع قال أجعل لك صلاتي كلها قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك ويغفر لك ذنبك رواه الترمذي في الصحاح أيها الإخوة الكرام حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه حال عجيب حال الصحابة في حبهم لنبيهم حال عجيب هؤلاء كانوا يرونه يرونه فيكون معهم هذا الحال الله يهنيهم الله يهني سيدنا أنس بن مالك الذي خدم النبي في الصباح وفي المساء الله يهني سيدنا ثوبان الذي كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل لحظة ولكن اقرأ ما قاله عمر بن العاص عمر بن العاص دهي من دواهي العرب كلام عميق يدل على قلب يعشق النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمر ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له ما أحسن يعني ملي عيوني من النظر إليه إجلالا لرسول الله ولو سئلت أن أصفه ما أطقته لأني لم أكن أملأ عيني منه حب مع أدب جم حب كبير مع إجلال وتوقير والله لو سألتموني أن أصف لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت ما كنت أنظر إليه كثيرا كان يغض الطرف إجلالا وتوقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بريدة ابن الحصيب كنا إذا قعدنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نرفع رؤوسنا إليه إعظاما له شو الحب شو الحب الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه كان كل ما كتب حديثا قام وتوضأ وكتبه على وضوء لا يكتبه ولا يرويه إلا على طهارة روى الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلق رأسه وأطاف به أصحابه أي تحولق حوله فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل منهم إذا تنزل الشعرة يتبادرونها ويأخذونها لذلك إذا قيل لكم أثر شريف هذا إنما أخذه والأثر الشريف له سند وكل سنة بإلاك أثر شريف قال له سند أن أخذ فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان حتى يصل إلى أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أثر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في شعرة لكل من يتبادروا والله شعر النبي عليه الصلاة والسلام يعني بركة البركات ولكن أيننا نحن من سنته من هديه من أقواله من أفعاله من أخلاقه من صفاته كانوا رضي الله عنهم وأرضوه لا يذكرونه إلا وقشعرت جلودهم محبةً له وإجلالًا له وتوقيرًا له روى البخاري عن السائب بن يزيد قال كنت قائماً في المسجد أي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فحصبني رجل حصبني بالحصى جت حصى على موقع من جسدهم فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقال اذهب فأتني بهذين قال فجئت بهما فقال من أين أنتما قالا من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما بدرة هذه ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عم ترفعوا الصوت أنتوا أعدين في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أنت في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مصعب بن عبد الله كان مالك مالك بن أنس إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه قال ويشعر جلساءه بمن حوله وينكرون عليه ما بك قال لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون شايف شمال شايفينه وكأنه يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة ومحمد بن المنكدر سيد وشيخ القراء لا يكاد يسأل عن حديث أبدا حتى يبكي يقول جلساءه حتى نرحمه حتى نرحمه يقول له هون عليك ما عليش رحم الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام أيننا نحن من هؤلاء نماذج سأعطيكم نموذج من الشباب شاب من شباب الصحابة سيدنا علي سيدنا علي أسلم وهو يعني يافع في أول في أول العمر في مقتبل العمر جلس في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنهم يريدون قتله ولكنه فدائي محب لله ومحب لرسوله كان يقول كان بالله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا وأحب إلينا من الماء البارد على الضمأ الشديد هدول الشباب طيب الرجال صحابي من الصحابة اسمه زيد بن الدثنح قريش أرادت قتله أخذوه إلى المقتلح سأله أبو سفيان قبل أن يقتله قال له أتحب أن يكون محمد في مكانك هذا أنت تروح رجعك على بيتك آمنا مطمئنا ويكون محمد في هذا المكان وهو يقصد ليرى محبة النبي في قلوب هؤلاء هل هم صادقون أبو سفيان كان قائدا لم يكن إنسانا عاديا قال والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهله عندها قال أبو سفيان كلام معروف والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد أيها الإخوة الكرام هاي الرجال طب أريني النساء لو كله بحب النبي صحيح صحيح أن أهل هذه البلاد يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن نريد أن ننتقل من المحبة القولية إلى المحبة العملية الصادقة امرأة من بني دينار أصيب زوجها وأخوها وأبوها في الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعوا لها وفاتهم أخ وزوج وأب قالت ما فعل رسول الله قالوا لها خيرا هو بحمد الله قالت أرونيه أرونيه حتى أنظر إليه قال فأشير لها إليه حتى إذا رأته قالت الحمد لله كل مصيبة دون رسول الله جلل هاي امرأة رحبوها وأخوها وزوجها ولكن هي تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيل في بيت أم أنس ابن مالك يقيل يعني قال يقيل من القيلولة عشر دقائق أو نصف ساعة قال فقال ذات يوم فعرق صلى الله عليه وسلم دنيا صيفه مفه لا مكيفات ولهم يحزنون وهو نائم عرق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت أم أنس جاءت بقارورة يعني النيني لا ندري هل هي من الفخار أو غيره أتت بقارورة فجعلت تأخذ العرق فيها فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم كان اسمها أم سليم ما هذا الذي تصنعين قالت عرقك نجعله في طيبنا وهو أطيب عندنا من الطيب صلى الله عليه وسلم من طابت المدينة بطيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هك كانوا يحب النبي هؤلاء هل تريدون أعجب من ذلك للصغير والكبير والمرأة والرجل إذا كانت كل هؤلاء لا يهمونك نبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يجعلوا له منبرا كان يتكئوا على جذع نخلة ويخطب كتر الصحابة وصار الأعداد اتخذوا له منبر صلى الله عليه وسلم منبر من درشتين فصعد وترك من ترك الجذع وهو يخطب صلى الله عليه وسلم سمع أنين في مسجد رسول الله أنين كأنين الطفل نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجذع وكلمه في ناس بيفهموا بكلمة في ناس بيفهموا بإشارة في ناس خطب لا تنفعهم وهناك جماد فقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم ما دار بينه وبين الجذع خيره صلى الله عليه وسلم بين أن ينزل ويتكئ عليه أو أن يدخر ذلك إلى يوم القيامة يكون جذعا في الفردوس الأعلى فاختار الثانية لذلك كان الإمام الحسن البصري عندما يحدثهم بهذه القصة يقول للناس يقول لهم لا تكونوا في شوقكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقل من شوق الجذع للنبي عليه الصلاة والسلام الجذعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام فاتبعوني يحببكم الله هذا هو عنوان الخطبة إذا اتبعنا النبي عليه الصلاة والسلام شو هي الجائزة الجائزة المحبة شرط من شروط تحقيق الإيمان محبة النبي كل ما زادت محبتك للنبي بصير إيمانك كامل وإن تطيعوه تهتدوا تمشوا على الصراط المستقيم كل ما أحببنا النبي زاد ديننا زاد خلقنا قوّم سلوكنا نحو الأفضل لذلك اقرأوا اقرأوا في أخلاق النبي افتاحوا وسائل التواصل هاي بدك ياها تكون نعمة افتاح اقرأ في صبر النبي في حلم النبي في تواضع النبي في رحمة النبي في سماحة النبي في عفو النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ كل يوم اقرأ ولو صفحة القراءة تجعل الإنسان دائما في نظارة في فكره تجعل وعيه متجددا وهل ديننا إلا دين بدأ بقول الله تعالى اقرأ محبة النبي سبب من أسباب دخول الجنة قال وما أعددت لها قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام لما سئل متى الساعة قال وما أعددت لها قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام بصلي الفرد يعني سني على قدي ما بزيد كثير بالنوافل بيد أني امرؤ أحب الله ورسوله قال يحشر المرء مع من مع من أحب محبة النبي صلى الله عليه وسلم والتمثل بأخلاقه سبب لتفريج همومنا وغمومنا القرن العشرين والواحد والعشرين ما أدري إذا كان تتكمل الدنيا قرن غموم وهموم أتريد أن تسيطر على هذه الغموم أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي حصن حصين إذن تكفى همك كما قال لأبي ويغفر ذنبك أجعل صلاة كلها عليك يا رسول الله الإيمان يكمل بمحبة النبي ثمار المحبة تدخل الجنة لأن الخلق الحسن إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم الصائم القائم من أهل الجنة في أعظم من الصيام والقيام وبمحبتك الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم يشرح صدرك ويزول الهم والغم هم الأولاد هم الدنيا هم المال هم العافية هذه الأموم التي تتكالب على بني البشر بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام على رسول الله هي التي تدفعك إلى الخلق الحسن اللهم زدنا محبة فيك ومحبة بنبيك حأصيكم ثلاث يعني ثلاث وصايا بدقيقة واحدة كل يوم صلوا عننا بعشر مرات ومن زاد زاده الله لكن بحضور عد على ركبك وحس حالك عم تحاكي النبي عليه الصلاة والسلام وقرأوا في هذا الشهر كتابا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ كتابا في سيرة النبي وكل يوم اختار خلق من أخلاق النبي سن من سننه طبقها عند ذلك نكون قد أحببنا رسول الله وولد الإيمان في قلوبنا وولد حب النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسنا أقول قولي هذا وأستغفر الله